هذا سائل يقول أحسن الله إليكم الليلة ليلة سبعين وعشرين وهناك من يعتقدوا في الليلة أنها ليلة الإسراء والمعراج فهل من توجيه حفظكم الله الإسراء والمعراج حق وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يشرع لنا أن نحتفل بالإسراء والمعراج شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته ولم يفعله السلف الصالح إذن لا يجوز لنا أن نحدث شيئاً بعدهم هذا ضلال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والعياب مردود عليه في حين أنه لم يثبت تحديد الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج ما ثبت أنه ليلة سبع وعشرين ولا غيرها لو كان لنا فائدة في تحديد هذه الليلة التي حصل فيها لبينها الله ورسوله فلما لم يأتي بيانها في الكتاب والسنة دل على أننا لسنا مكلفين بأن نبحث عنها ونحتفل فيها وليس هذا من الدين في شيء وإنما هو من البدع المحدثة أولاً تحديد الليلة بدون دليل وثانياً لو ثبت أنها هي ليلة الإسراء والمعراج لم يشرع الله لنا أن نحتفل فيها نعم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة